اشتركوا في القناة الآن سوف نبدأ بتحضير هذه الخلطة تتكون من العصر الطبيعي واللوز النية وكذلك سفار البيضة وزريعة الكتان هذه هي محتويات هذه الخلطة الطبيعية الهامة التي سوف تسرع في جهو زيت وحمو الحصور والكناري الآن سوف نبدأ بتحن حبات اللوز النية يجب أن يكون التحن ليس تحن دقيق وإنما يكون اللوز على شكل حبيبات خشنة كما هو الآن في الصورة الآن انتهينا من التحن اللوز كما قلنا نشاهد حبات اللوز خشنة هذه هو اللوز المناسب لهذه الخلطة الآن سوف نبدأ بهرس السفار البيض بالفرشات هذه الخلطة أصدقائي أفضل من حتى يعني تقديم الفيتامينات خصوصا لذكور الحصون لأن الفيتامينات للحصون ليست جيدة له لأن الساعة البيولوجية يجب أن تكون يعني بدون تدخلات أدوية أو فيتامينات وإنما يجهز الحصون لوحده الآن بعد أن أكملنا من هرس سفار البيض سوف نضع بعض اللوز الذي قمنا بتحن هذه الخلطة مليئة بالفيتامينات وفيتامينات دي الآن سوف نضع بعض زرعة الكتان يعني هذه الوصفة أصدقائي صدقا سوف تكون ذات فائدة كبيرة وسوف تجهز الحصون بسرعة الآن سوف نضع ملعقة صغيرة من العسل بعد أن أخذنا بعض سفار البيض واللوز والكتان في وعاء أصغر ومضعنا ملعقة صغيرة الآن تحصلنا بعد خلط جميع المحتوات على هذه الخلطة أصبحت خلطة جاهزة نشاهدها ليست سائلة وإنما خلطة متماسكة الآن سوف نقدمها مرتين في الأسبوع لذكور الحصون الكناري نضع له قليل وليس كمية كبيرة حوالي 7 جرام تكفي ليومين كاملين وسوف يجهز الحصون الذكر أو الذكر الكناري